قرر التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي زيادة دعم أسر ضحايا كنيسة أبو صيفين بالجيزة بدعم نقدي بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة المتوفي و 5000 جنيه لكل مصاب ويأتي ذلك استكمالا لدعم التحالف لأسر الضحايا حيث يستمر التحالف بمؤسساته في التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لبحث كافة سبل الدعم الأخرى اللازمة لتقديمها لهم حتى تجاوز تلك الأزمة